السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنحل تدريبات الدرس الاول عناصر المناخ من الوحدة الاولى المناخ والنبات الطبيعي من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب اسئلة على الدرس الاول عناصر المناخ سن واحد اختر الاجابة الصحيحة من بين البدائل الاتية واحد فصل المطر الرئيسي بمنطقة جنوب شرق اسيا نغط الصيف الشتاء الربيع الخريف بمنطقة جنوب شرق اسيا فصل المطر الرئيسي بها فصل الصيف فنختار الصيف رقم اثنين اقصر العناصر تأثيرا في تغيير حالة المناخ الضغط الجوي الحرارة الامطار الرياح الحرارة فنختار الحرارة رقم ثلاثة تسقط اشعة الشمس عمودية طوال العام عند مدار السلطان مدار الجدي دائرة الاستواء الدائرة القطبية الشمالية دائرة الاستواء فنختار دائرة الاستواء رقم اربعة قد تتشابه درجات الحرارة في مدينتين مختلفتين في الموقع بالنسبة لدوائر العرض نتيجة عامل نغط التضاريس الغطاء النباتي طول النهار سقوط الامطار نتيجة عامل التضاريس رقم خمسة يشترك اكثر من عامل في ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة الصحراء القبرى منها البعد عن دائرة الاستواء وقلة الغطاء النباتي تعامد الشمس عليها وقلة الامطار البعد عن المسطحات المائية وقلة الغطاء النباتي وجود الجبال وقلة الامطار فنختار البعد عن المسطحات المائية وقلة الغطاء النباتي البعد عن المسطحات المائية وقلة الغطاء النباتي رقم ستة الدرس المستفاد من الافراط في استخدام التكنولوجيا خلال العصر الحديث الارض مستقر لحياة الانسان التوازن البيئي مسؤولية الانسان المناخ اهم عناصر النظام البيئي النظام البيئي يعتمد على تدخل الانسان فنختار التوازن البيئي مسؤولية الانسان رقم سبعة تعمل الرياح نقط على تدفية المناطق التي تهب عليها الرياح القطبية التجارية العكسية الموسمية الرياح العكسية فنختار العكسية رقم تمانية الرياح التي تهب بانتظام طوال العام هي الرياح الخمسين الرياح الهبوب الرياح العكسية نسيم البر والبحر فنختار الرياح العكسية رقم تسعة اي من الرياح التالية تتجه الى نفس المنطقة في نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي هل الرياح العكسية ولا القطبية ولا الموسمية ولا التجارية الرياح التجارية طب رقم عشرة تهب الرياح نقط من دائرتين عرض تلاتين شمالا وجنوبا الى الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية هل الرياح العكسية او الموسمية التجارية القطبية الرياح العكسية فنختار العكسية رقم حداشر تتشابه الرياح القطبية مع الرياح التجارية في الاتجاه المناطق التي تصل إليها التأثير المناطق التي تهب منها فنختار الاتجاه تشابه الرياح القطبي مع الرياح التجارية في الاتجاه رقم 12 تهب على السودان رياح محلية تسمى رياح الخمسين رياح الهبوب الرياح العكسية الرياح التجارية رياح الهبوب رقم 13 يؤدي اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء الليل والنهار إلى حدوث الرياح العكسية الرياح التجارية نسيم البر والبحر الرياح المحلية فنختار نسيم البر والبحر رقم 14 يصاحب سقوط الأمطار نقاط رعد وبرق هل الأمطار التدارسية الإعصارية التصعودية الموسمية الأمطار الإعصارية رقم 15 من المناطق متوسط المطر الساحل الشمالي للبحر المتوسط المنطقة الاستوائية الصحراء الكبرى شمال أمريكا الشمالية الساحل الشمالي للبحر المتوسط رقم 16 أي من المناطق الموضحة باللون الرصاصي على الخرائط الآتية تسقط عليها أشعة الشمس عموديا المناطق التي تسقط عليها أشعة الشمس عموديا هي المناطق الاستوائية هي المنطقة رقم با المنطقة رقم با رقم 17 أي من المناطق الموضحة باللون الرصاصي على الخرائط الآتية يسقط عليها مطر تصاعدي فهنا عندنا من الخرائط المنطقة رقم ألف نختار المنطقة رقم ألف في رقم 2 نلاحظ الشكل المقابل واكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية والسؤال ده من كتاب المدرسة واحد دائرة عرض في الرقم 1 دائرة عرض رقم 2 نقاط تخرج من دائرة عرض نقاط هذا رقم 2 الرياح العكسي الجنوبية الغربية تخرج من دائرة عرض 30 نكتب هنا دائرة عرض 30 شمالا متجهة إلى الدائرة القطبية نقاط القطبية الشمالية طيب رقم ثلاثة هذه رقم ثلاثة الرياح نقاط الرياح القطبية الجنوبية الشرقية القطبية الجنوبية الشرقية تخرج من القطب القطب الجنوبي متجه إلى الدائرة القطبية الجنوبية الصورة رقم ثلاثة عقوكستان بخريطة العالم المقابلة وأجب عما يأتي واحد المنطقة التي تسقط بها أمطار تصعودية تمثل رقم أمطار تصعودية تمثل رقم ثلاثة فنكتب هنا رقم ثلاثة رقم اثنين أي من المنطقتين واحد أو اثنين ستكون أعلى في درجات الحرارة ولماذا هنا عندنا المنطقة رقم واحد لمنطقة قديمة لأنها الأقرب من دائرة الاستواء لأنها الأقرب من دائرة الاستواء التي تعامد عليها أشعة الشمس رقم أربعة استعمل بقريطة العالم التي أمامك وأجب عما يأتي هنشوف الأسئلة أول سؤال معنا بيقول لك يمثل رقم تسعة الرياح نغط في رقم تسعة الخريطة آدي رقم تسعة ده يمثل الرياح التجارية الشمالية الشرقية الرياح التجارية الشمالية الشرقية السؤال اللي بعد كده بيقول لك يمثل رقم نغط الضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية هذه الدائرة القطبية الشمالية رقم 5 هو الذي يمثل ضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية رقم 3 المحيط الأطلنطي يمثل رقم هذا المحيط الأطلنطي بعد المحيط الأطلنطي رقم 7 رقم اربعة الرقم نغط يشير الى منطقة غزيرة المطار يبقى من على الخريطة عندنا رقم كام على الخريطة عندنا المنطقة غزيرة الامطار رقم ستة يبقى المنطقة رقم ستة منطقة غزيرة الامطار رقم خمسة يمثل رقم واحد الضغط المرتفع في موراء نغط ادي رقم واحد في موراء مدار الجادي فنكتب مدار الجادي رقم ستة الرقم نقاط يمثل مدار السرطان مدار السرطان عندنا يمثله رقم أربعة السوء الرقم سبعة يمثل رقم تمانية الرياح نقاط آدي رقم تمانية يبال رياح العكسية الشمالية الغربية السوء الرقم خمسة أمام خريطة للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام التي عليها رقم واحد مسطح مائي نشوف مع بعض رقم واحد على الخريطة آدي رقم واحد رقم واحد دا المحيط الهادي نكتب المحيط الهادي رقم اثنين دا إرة عرض آدي رقم اثنين دا مدار الجادي نكتب مدار الجادي رقم ثلاثة رياح آدي رقم ثلاثة على الخريطة دي رياح قطبية شمالية شرقية رياح قطبية شمالية شرقية رقم اربعة رياح دي رياح تجارية جنوبية شرقية رياح تجارية جنوبية شرقية رقم خمسة رياح دي رياح موسمية صيفية رياح موسمية صيفية رقم ستة منطق الضغط فين رقم ستة على الخريطة ادي رقم ستة دي منطقة ضغط مرتفع فيما وراء مدار السلطان فيما وراء مدار السلطان منطقة ضغط مرتفع فيما وراء مدار السلطان رقم سبعة منطقة ضغط ادي رقم سبعة دي منطقة ضغط منخفض عند الدائرة القطبية جنوبية منطقة ضغط منخفض عند الدائرة القطبية الجنوبية رقم 8 منطقة غزيرة المطر هذه رقم 8 منطقة غزيرة المطر دام المنطقة الاستوائية بافريقيا المنطقة الاستوائية بافريقيا رقم 9 منطقة متوسطة المطر هذه منطقة رقم 9 دي منطقة سواحل البحر المتوسط منطقة سواحل البحر المتوسط رقم عشر منطقة نادرة المطر هذه رقم عشر دي الصحراء الكبرى السؤال رقم ستة أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب واحد العلاقة بين درجات الحرارة وارتفاع سطح الأرض علاقة طردية العبارة خطأ علاقة عكسية رقم اثنين نستطيع التعرف على حالة المناخ يوميا من خلال النشرة الجوية العبارة خطأ نتعرف على حالة الطقس نتعرف على حالة الطقس يوميا من خلال النشرة الجوية رقم ثلاثة يؤدي اختلاف المناخ إلى تنوع أشكال الحياة على سطح الأرض العبارة صواب رقم أربعة يتشابه الطقس والمناخ في العناصر المكونة لكل منهما العبارة صواب رقم خمسة يتمسل الفرق بين الطقس والمناخ في الفترة الزمنية التي يغطيها كلا منهما العبارة صواب رقم ستة تعد الحرارة أهم عناصر المناخ العبارة صواب رقم سبعة تتشابه درجات الحرارة على سطح الأرض لأن مصدرها واحد هو الشمس العبارة خطأ تختلف درجات الحرارة على سطح الأرض حسب عدة عوامل رغم أن مصدرها واحد هو الشمس رقم تمانية ترتفع درجة الحرارة عند دائرة الاستواء لأن أشعة الشمس تكون مائلة العبارة خطأ ترتفع درجة الحرارة عند دائرة الاستواء لأن أشعة الشمس عمودية تكون عمودية رقم تسعة تغطي السلوج قمة جبل كينيا رغم وقوعه في المنطقة المدارية الحارة العبارة صواب رقم عشرة تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية بالبرودة شتاء العبارة خطأ تتميز بالدفء شتاء رقم حداشر رقم حداشر يساعد الغطاء النباتي أشعة الشمس للوصول مباشرة إلى سطح الأرض العبارة خطأ يمنع أشعة الشمس للوصول مباشرة إلى سطح الأرض رقم تناشر المناطق مرتفعة الحرارة تكون ذات ضغط جوي منخفض والعكس صحيح العبارة صحيحة رقم 13 تعد الرياح القطبية من أنواع الرياح الموسمية العبارة خطأ من أنواع الرياح الدائمة رقم 14 تعتبر الرياح الخمسين من أمسية الرياح الدائمة التي تهب على مصر العبارة خطأ من أمسية الرياح المحلية التي تهب على مصر رقم 15 تتقابل الرياح العكسية مع الرياح القطبية عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية العبارة صواب رقم 16 تهب الرياح المحلية نتيجة اختلاف الضغط الجو في مناطق واسعة من سطح الأرض العبارة خطأ تهب الرياح المحلية نتيجة اختلاف الضغط الجو في مناطق محدودة من سطح الأرض رقم 17 يسقط المطر التصعدي على المنطقة القطبية العبارة خطأ على المنطقة الاستوائية رقم 18 تتميز الصحراء الكبرى بأنها من المناطق غزيرة المطر العبارة خطأ بأنها من المناطق نادرة المطار وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم سوف نستكمل حل باقي التدريبات فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر